معلش يا نوه تعبك معايا لا لا عادي عادي يا حماتي ايه المشكلة ايه يعني ممتعب معاك ولا اعمل معاك الحاجة بتاعتك يعني عادي ما انت زي مامتي والله وانت يا ست اسهام ياللي ما اسكالي مبالا 24 ساعة مش نوه ياخد الساعة ضمت شوية وتعميلي معايا شوية ياخد وتريح مرات اخوكي فاي ايه يا ماما مام مرات اخوي قاعدة معاك ايه بتعميلي كل حاجة عايزة ايه دايبة حتى اسمو طمع يعني عشان نوه كاترخيرها قاعدة تعمل معايا انت ما تعمليش ما تساعدنا يا حبيبتي شوية يعني ايد على ايد تساعد وانخلص بسرعة اسيبها اسيبها يا حماتي تعود يعني نست صغير اخليها قاعدة شوية على المبال بعد ما القاعدة معاك وبعمل معاك اهو ربنا يخليك لي يا نوه يا دايما نصفاني كده اهو ربنا يخليك ليه ايه يا اختي ايه يا اختي عوضة على المبال لك انت واسيبين احنا نتعب ونشأة في البيت والله ما نعرف انت ما تتجاوزها تعملها اي اختي في بيتك ولا اي حاجة يا ماما هجيبت في البيت تعمليلي انا اختي يبقى فيها صحة عشان اعملك ده انت ايه يا اختي كلها سنة ولا حاجة وتدخل بيتك اهو تعملت تعليميلك حاجة كده بدل ما انت عادة زي الخيبة كده ما تلقيش كلنا واحنا قدها كده كنا بنقول نفس الكلام ووقتي ما تجاوزنا ودخلنا البيت خلاص تعلمنا كل حاجة وعملنا كل حاجة احنا كنا صغيرو كنا بيقول زيها كده برضو معلش استبعت انبسط شفت زفت تطينا برضو قال ليها طلعيني البنتوني البيت عشان عايزة البيتسه وابدله بالبنتوني الجنسي ده وبرضو ما طلعتش حاجة مهما اقول لها يا بنت اطلع لي وانا يليلي حاجة جاموس اعايش معها في البيت وخلاص او الله انت يا زفتة لاسمك نوها واحد ما طلبش حاجة وتحضرها له دايما كده هو ناسيا 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 انت يا زفتة تطين انت يا اهبابة لاسمك نوها منزل اشوفها تحت عند امي دي اكون رحت فانها مصيبة انت يا اهبابة انت يا زفتة ده 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 مين ده على مين ده ايه قلت الادب دي انت هنا يا جاموس او انا عمال ادور عليك واندع انت ما تستمعاني يا ابهيمة انت رحت فين مفيش انا كنت جاي يعني بس اعد منطق يعني في حاجات يعني في البيت في ايه بتندع علي كده ليه انا مش قلت لك يا جاموس انت طلعي البنطون البيج سمعت ولا ما سمعتش قبل ما تنزلي وتشوفي حاجة امي مش كنت طلعلي حاجة انا الاول فيا يا ابني استهدى بالله يا عمد اه يعني مما هي جاية هنا اهبابة بتاعمل معايب وكما تندح لها براحة ويتطلع لها ليه لازمة الشتاي مؤلة الادب دي اصلا عارف مراتي اما هي جاموسة ما تعرفش تفهم كده اي حاجة لازم اشتمها ووزاها عشان تمشي ما عليش بس يا حاجة كده ما ما تشدعوا بالموضوع ده تعالي بهمة كده اطلعي معاي اهيه شفتي ازاي البيهمة طلعت قدامي اهي ما ما تشدع انت بس يا حاجة انا عارف انا النظام بتاعها لا حاولها ولا قواتها الا بالله ليه يا ابني كده قلت الادب دي بس وايه يا ماما ايه اللي هو بيعمله ده يا ماما هو ماله وماله اخيها بيشتم فاكل لو يبهدلها ليه كده هي عملت ايه حتى اما اهلها ييجوا وقعدين برضو معانا كده هو وقعدين في وسطينا وقالها اخدوا يا ابهي ما اخدوا يا حمارة والبنت بتبقى عادها محرجة والله ومكسوفة قدامهم بس يتبينش قلتها تضحك وتهزر يعني يعني بيهزر معاه بس هو اسلوبه كده زي الزفت كده والله ما انا فاهمة مستحمله على الايه هو مش ابني بس والله ما حد يطيقه وما تبت كلمي يا ماما اقوله ما يصحش كده وما ينفعش كده انا عمري ما قبل بصراحة انه جزء الناديل بالاسام والالفاظ اللي هو بيعد اشتم بها مراته دي مش هابل على نفس بكده ما ها قدامك يا بنت اهو وانا قلت له اهو ها قلت له يا ابني ما ينفعش كده ما اقل لي سيبيني بس يا ماما انا ليه طريقتي معاه وراح سايبني وطالع هقول له ايه بس ربنا يهديه والله صعبت علي يا مام ده طالع كده وتحسي يعيني دمعيتها في عانيها انت يا زفت نعم او انا مش عاجبك او انا مش عايلك طلعي لي البنتون البيجة عشان انا محتاج البسه مبتسمعاش الكلام ليه منا طلعته لك وحططه لك في الدولاب مكان البنتون بتاعتك حططه لك على الوش خالص وقلت لك قلت لك انا طلعت لك البنتون البيجة اهو بس انت كنت نايم زعقتلي قلت لك في النور وطلعي برا طلعك حاضر فخلاص كده اعمل ايه تاني نزلت المامتك بقى شوفها محتاجة حاجة سعيدها فيها هو فان ده زفت تطين انت تعالي ورهوني حاضر اهو حطها في الدراب على الوش قدامك اهو عشان اول ما تصحوا تبتح الدولاب تلاقيه انا مفتحتش الدولاب اصلا انا فكرتك طلعته لي ايه انا حططه لي برا على السرير ملقيتش السرير عليها حاجة بصراحة الزر بنت اه وانا العلية الاستحمال تشتمني وتهني وتهزاني قدام اهلك وقدام اهلي وقومي يا حمارة وقومي يا بهيمة وقومي يا جاموسة وانا اقولك حضر وطيب عشان ما زعلتش وعشان ما عمدش مشكلة في البيت ايه المشكلة يعني مانت بتعود عليك انا طول عمري بندلك قولك يا بهيمة يا حمارة يا جاموسة مستقش يعني الدقيقتي يعني ايه المشكلة يعني انت تعملها موضوع ولي ايه بقى وتقليلنا الليلة نكت مايصحش كده انا عيالي كبره وانت بتاع تشتمني قدامه مايصحش عيب كده عيالك كبره ومايصحش تشتمني قدامه اتبدأ تتناديلي بالأسامة دي لحد قامت لحد ما شعر يشيب وتبدأ تقول لي برضو يا حمارة يا جاموسة ويتقول لي ليساني خد على كده ما عادش ينفع الكلام ده بقى انا كبيرت وعيالي كبره وما عادت الزغيرة وانت يا بتاع انت بقى تقول انباح تعرفيني صحي وما صحش ايه خلاص خلاص روح يلا عمليه لغد يلا يلا الغريبة والله اعودي بقى وتتغدي معاني لا لا قد انا عملت اكل عندي فوق في البيت والله والعيالي اتغده كمان لسه انا بس ومحمود خلاص هكلم محمود وقلو يجي من شغله على هنا اتغدى وكيب اطلع ميتك يا سيدي اعودي بقى ابرحتك ايه وبعيني عني بقيت الاكل البكرة ولا حاجة او حتى العيالي تتعاشى بيه بالليل اللي تشوفيه بقى والله يا مام هلو ايو يا محمود لا يا حبيبي تمام احنا بخير الحمد لله لا ده انا بكلمك بس عشان اقولك ساعة الغداء تعالى عندي في البيت عشان كلها ناكل مع بعض بقى اه عمل البسلة اللي انت بتحبها يا حبيبي وفراخ طيب ما تتأخرش بقى احنا مستنينك اهو لانه عندي هنا في البيت اه والله هي اللي تبخى ومساعدني في الاكل كلك الترخر ربنا يبرك لها يا رب طيب يلا حيانا تأخرش بقى احنا مستنينك اهو مع السلامة مع السلامة الدنيا سيدي تكلمتلك محمودة اهو هيجي اكل معانا يلا بقى يعني يا بيت عايزة تتعابي معانا في كل حاجة كده وما تدقش عمال ايدك والله عادي يعني انا وانتوا واحد اشوفوا بيقى في الباب وجهة اهو انت جت يا محمود ايوه يا حاجة جت اهو للدنيا تحت نار ايه النار ده ده ايه ده ده الدنيا حر قوي طيب الحمد لله يا حبيبي ان انت وصلت بالسلام ادخل اخسر ايدك بقى ويلا عشان ناكل طيب ثانية واحدة يا حاج ده انت عليك شوية بسلة ايه عسل ربنا يخليك يا رب والله العظيم ده من زوئك حازب حازب يا بيت كده من هنا ايه ده ده عايزة ملح انت يا زيبت انت مشتدوه اول قبل ما تحط الاكل الاكل عايز ملح اجري اجري اتنا لانك روحة تشفت ملح انت طيب حاضر حاضر الله ما انت فلحة في حاجة اللي في تربية عيال ولا في اكل ولا في اي نيلة شوية الاكل حكا ما تشعرف تزبطوهم الملح هو فيه ايه يا محمود مالك فيه ايه يا حاج بقولهت شوية ملح بزمتك انت قلتلها بالطريقة دي اعطيلي شوية ملح ولا قلتلها انت يا زيبت انت اعطينا راح اعطيلي شوية ملح ومش عارفة تطبخ ومش عارفة تزفتي ايه يا ابني مالك فيه ايه هو انت كنت بتشوف ابوك بيكلمني بالطريقة دي انا عارف مراتي يا حاج لا انت منتاش عارف حاجة خالص والله العظيم السنين دي كلها وأنا بقولك أنت منتاش عارف حاجة خالص مراتك بنت أصول وبنت ناس واحدة غيرها كانت ثابتك من زمان لكن هي صبر عشان خطر عيالها ومش معنى كده أنك تدوس عليها قوي خلي عندك دم ولا إحساس شوية ترد حد في الراحة والجاية يندهلك مش بإسمك يعد يندهلك بيبقى سامح حيوانات ويبقى هدلك ويشتمك في الراحة والجاية زي ما أنت بتعمل مع مراتك كده بالعقل يا ابني بالعقل البيت صبرة ومستحملة وبتنزل تقعد معايا في البيت عميلي تلاتة ربع حكة لأنا ماحتاجها في البيت أختك بتبقى في كليتها ولا في حاجتها معاش فضيالي ولا بتنزل تشتري حاجتها جهازها بتاع فرحها وانت في الشغل طول اليوم هو وانت بتشوفني قامت هي اللي ربنا يبرك لها قاعدة معايا وبتشوف طلبات وبتعميلي حكتي ايه فئة ما بتتعايد الكده شوي أنا مش عايز أقولك الكلمتين دول قدامها بصراحة عشان ما قلش منك يعني قدامها عشان خليها تنزل غزبا عنها لا يا ابني هي عافية ولا عافية ولا احنا خلاص عشان في غابة هو اللي تكسر رجليها وانزلها غزبا عنها لاي كل الحاجات دي كلها وانت كنت يا أخيها ممضلها على الايمن يا تنزل اللي عندي في البيت تخدمني ده هي اللي زوائية منها كترخيرها ربنا يبرك لها اللي بتنزل لوحيد فئة انت صرده النجوز زوختك يعمل معاها كده يبهدلها ويدربها ويشتمها ويهنها قدام اللي رايح واللي جاي وفصة الشارع وفصة أهلها وفصة أهله وقالت أدب الواحد مش عايز يتكلم لا لا طبعا ما مرضاش بحاجة زي كده نادي اختي باسمها يعني أمان انت ليه راض على امرضتك قلت الاما وقلت الادب اللي انت بتشغلها فيها دي والإهانة اللي انت بتعملها فيها دي قدام عيالها قدام الغرب وقدام القرب وقدام كل الناس عادي أصلا كنت باعا معاها كده من زمان يعني امرها ما اعترضت فقلت عادي يعني والواحد دي سنوخد على كده معاه لا ما فيش حاجة سمها بتاعن معاها كده من زمان عيالك كبرهم وعب قوي يشوف امام ويابتتان كده فراحة والجاي وفرض ضلوعك قوي عليها ده اخر مرة عتى شوفوا كده بتنده لمراتك بقل تزقه بقل تأدب قدامي ولا غير حتى قدامي تحترم مراتك شوية تحترمك وما تقلش منها عشان اللي يقل من مراته الناس كلها تقل بيها والكلام ده مش لابن الواحدة لكل راجل فيكو عارف نفسه وعارف ان هو بيهن مراته ويهزقها قدام الناس ويقل منها وانفكرا هي دي الرجولة ان هو كده راجل لا ما شاء الله ما انتش راجل والله والله ما انت راجل اللي يهن مراته ويعب فيها ويقل منها ويهنها قدام الناس وقدام اللي يسوى والمسواش ده مش راجل عارفين المثل اللي بيقول اللي يقول يا مراتي عورة الناس كلها تلعب بها الكورة المثل ده فعلا حقيقي وصح لما الناس يشوفوك انت بتهين مراتك وبتهزاها قدام اللي يسوي اللي ما يسواش هم كمان هيهزقوه وهيستقلوا منه ما هو انت اللي عملت فيها كده وبصراحة اللي عرفه ان كرامت الوحدة من كرامة جزء يعني هو لو قل منها هيبقل من نفسه هو كمان عشان كده عيبه ما يصحش لازم تكبر من مراتك وتدهق متها قدام القريب قبل الغريب ويريتك ان الرسالة وصلت لكل واحد عارف نفسه كويس وما تنسوش تصلى على النبي وتقوله رأيكم ايه في التعليقات